بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فحياكم الله أعزائي الطلبة وأهلا وسهلا بكم في شرح مقرر مصطلح الحديث 2 المرموز له بالرمز 132 في هذه المحاضرة وفي المحاضرات التي تليها بإذن الله تعالى سنتكلم عن الخبر المردود بسبب طعن في الراوي كنا تكلمنا في بداية الفصل عن الطعن في الراوي وذكرنا له عدة أسباب سنتكلم عنها في هذه المحاضرة وفي المحاضرات التي تليها بإذن الله تعالى لكن بداية نتعرف على المقصود بالطعن في الراوي فنقول المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه أو من ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه لرواية الحديث أسباب الطعن في الراوي كنا قد ذكرنا في بداية هذا المقرر في الرسم التوضيحي في بداية هذا المقرر ذكرنا أسباب الطعن في الراوي وقلنا أن هناك أسباب تتعلق بالعدالة وأسباب تتعلق بالضبط نعيدها الآن بإذن الله تعالى لكي تستقر في الأذهان فنقول أسباب الطعن في الراوي هي عشرة أسباب خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة منها تتعلق بالضبط أما التي تتعلق بالطعن في العدالة فهي الكذب والتهم بالكذب والفسق والبدعة والجهالة أما التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي فحش الغلط سوء الحفظ الغفلة كثرة الأوهام مخالفة الثقات وبإذن الله في المحاضرات القادمة سنتحدث عن أنواع الحديث المردود بكل سبب من هذه الأسباب على التوالي ونبدأ بالسبب الأشد وهو الكذب هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم